كما قال بورال إن المدنيين يدفعون ثمناً ضاهظاً لما يحدث بين إسرائيل وحزب الله ونوه بورال إلى أن طريق نحو السلام يبدأ بخطوة واحدة وهي وقف إطلاق النار في غزة على الرغم من الإشارات المصيرة للقلق أعتقد أننا ما زلنا نأمل ونعمل على وقف هذا التصعيد ولكن يجب أن أقول أن السيناريو الأسوأ بدأ يتحق وأسوأ التوقعات أصبحت حقيقة ونحن بحاجة إلى السلام في الشرق الأوسط لأن التصعيد المستمر يشكل خطراً على المنطقة بأكملها والطريق نحو السلام يبدأ بخطوة واحدة وهي وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1700 وواحد